لأن مع كل تقدير الجلالة الملك سلمان أجل محترم بس القطر كانت بتخاف من الملك عبدالله ولسه بتلعب لعبة بنجرب نشوف رد فعل الملك الجديد والقيادة الجديدة إيه حتى تبدو لعين الحمرة واللي بيتكلموا عن تغيير السياسة السعودية الخارجية ناس لعمرها مقارت الدولة السعودية دولة من أيام المؤسس ومن أيام من زمان جدا 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 السياسة السعودية سابتة لا بتغيرش ويسجل للمملكة العربية السعودية ولي الكويت وهبقى أجيلك على الكويت إن قد تبدو السياسة جامدة وفيها برود وفي تلاجة ولكن في وقت الأزمات شوفها يضعب لك مثالين شوف في 73 الراحل العظيم الملك فيصل عمل إيه في حرب البترول وشوف لما الملك عبد الله الله يرحمه وشاف الهجم على المنطقة العربية تصدى وأي محلل من اللي أنت كنت بتقول عليه والأمريكان ده ما تقوله لما يجي يحل السياسة السعودية لم يكن أحد يتوقع أن السياسة السعودية أو السياسة الخارجية السعودية أو الملك السعودي يطلع بمنتهى العنف ويبعث الأمير السعود الفيصل يروح يقول لهم في أمريكا اللي هيبقى ضد مصر هيبقى ضدنا والخبطة تفرضوها على مصر إحنا هنتحمل كل حاجة أي محلل من اللي هم الخبر اللي صدعنا دول لما يجي يحلل يقول لك مش ممكن السعودية تعمل كده إنما السعودية والكويت قد تبدو السياسة الخارجية في حالة جمود إنما تبدو حقيقتها وفعليتها فؤة الأزم حلو حلو في من ضمن